طيب أنا في البداية قلت لكم هي قلت لكم إحنا النهاردة حلقتنا مليانة أخبار حلوة متعلقة بولدنا وبناتنا والتكيت حبتين على بناتنا ليه التكيت حبتين على بناتنا بنات مصر لأنهم الحقيقة يعني عملوا إنجازات زي مكنت بقول لحضراتكم من شوية إنجازات عظيمة آخرهم وإن شاء الله لن تكون هي الأخيرة يعني ده أخيرا وليس آخرا آخرهم كانت سمر حمزة اللي حققت في ضية بطولة العالم كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز اللي متحققش من 18 سنة من أيام كرم جابر لو حضراتكم فاكرين فطبعا شيء عظيم كمان بسانت حميدة في العدو حصدت من يومين دهبية الميت متر في بطولة الجمهورية للكبار وحققت بالتالي الرقم التأهيلي لبطولة العالم للكبار اللي هتقام إن شاء الله في المجر في عشرين تلاتة وعشرين قبلهم كلهم كانت فيه هانا جودة بنتنا مؤجزة تنس الطولة اللي تصدرت التصنيف العالمي للناشئات تحت 19 سنة للمرة الأولى في تاريخها رغم إن هي شخصية عندها كم سنة عندها 14 سنة فقط يا حضرات يعني عدت بقى المرحلة السنية اللي هي فيها وبسم الله يا ما شاء الله أبهرت العالم بكل ما تحميه بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وطبعا ده بيخلينا يعني بشكل وقاعي نقول إن البنات عندنا في مصر بتقدر تحقق المستحيل إذا ما توفرت ليهم الإمكانيات كل اللي بكلم حضراتكم فيه ده كمان بعيد عن البطولات الأخيرة لسمر وبسانت وهنا وبالمناسبة هنا بقت المصنفة الأولى عالميا في جميع المراحل السنية للناشئات في تنس الطولة بإنجاز تاريخي يعني غير مسبوق تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وكمان تحت 19 سنة طبعا شيء عظيم